في الوقت الذي يناقش فيه الدبلوماسيون سبل تثبيت وقف إطلاق النار ويقرون نشر مراقبين على الأرض لتهديئة الأوضاع في سوريا لا يعلق اللاجئون السوريون في تركيا وغيرها من دول الجوار الكثير من الأمال في عودة وشيكة إلى ديارهم وبلداتهم التي فروا منها مشككين بجدية النظام السوري في الوفاء بتعهدته ما رح يطلع معهم شيء أنا برأيي مثل مراقبين العرب رح يجوا رح النظام شتتهم وشتتهم أفكارهم ويكذب عليهم ويكذب على العالم مثل ما يكذب على العالم هلأ يعني مجرد مهل تنعطل النظام لحتى يخلص السورة هذه وعلى الرغم من مطالبات وزارة الداخلية السورية للاجئين بالعودة إلى منازلهم بعد سريان الهدنة إلا أن السواد الأعظم من هؤلاء السوريين الذين يعيشون هنا عقدوا العزم على البقاء في هذه الخيم إلى أن يسقط النظام السوري طال الزمان وأم قصر ما رح يستفدوا شيء لأنه أي شيء عابد يصير هني بيعرفوه عن طريق الأقمار الصناعي وتقصي حقها وشغلات هني بيعرفوها بدون ما يجوا على الأرض هاي جيتوا على الأرض كلها تزيادة فرأس ووقت للنظام لزيادة القتل لا أكثر ولا أقل ثلاثين مراقب أشبت يريد ما بريد ضيعة ولا ميت مراقب ولا كل فرص فرص للنظام كل المراقبين فرص للنظام طول الانتظار ورتابة الخطوات السياسية جبر هؤلاء اللاجئين على التكيف مع مخيماتهم إدراكا منهم بأن الأمور ذاهبة إلى الكثير من الشد والجذب ذلك على الصعيدين السياسية والعسكري ولن يكونوا هم إلا الخاسر الأكبر في كل هذه الأحوال جفراء أبو دقة العربية